ليه بعمل المجلس الصحي طالما ان انا كان في عندي هيئتين سابقتين يعني ليه استبدلت الهيئتين بالمجلس مش استبدلتهم انا يعني الهيئتين واحدة كانت بتجي زمالة والتانية كانت بتجي التخصات طبية بحاجة يعني بدرجة علمية فانا دمجت لتليم في المجلس انا خليتها شهادة واحدة انا واحدة الشهادة تاني حاجة المجلس الصحي المصري حيتكون من ثلاث مجالس في مجلس الامناء في مجلس الادارة في الامانة العامة كويس المجلس الامناء ده اللي حيتعين يعني حيبقى تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيرقص مجلس الامناء حيبقى فيه وزير الدفاع والانتاج الحربي وزير الدخلية وزير المالية وزير الصحة وزير التعليم العالي ثلاث خبراء في مجال التدريب الطبي قد يكون استاذ في جمعة او يكون مدرب بس ما هوش في جمعة فهيتاخد ده حيختاره رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنين قابلة للتججد كده بقى ده عندي اللي هو المجلس الامناء مجلس الامناء ده اللي حيرسم السياسة العامة للمجلس ويقر الخطط اللي حيبقى على ضوءها حتبقى فيه الجزء التنفيذي يعني اللي حيضع السياسة بعد كده عندي مجلس الادارة مجلس الادارة ده حيشكله برضو السيد رئيس مجلس الوزراء بيعين له رئيس تنفيذي الرئيس تنفيذي ده حيبقى متفرغ معاه لمدة اربع سنين وقابلين برضو للتجديد ما هيبقى فيه رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمعاهات التعليمية بتاعة وزارة الصحة هيبقى معاه أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الصحة اللي تابع لمجلس الدولة مساعد وزير الدخلية للخدمات الطبية رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن التعليم العالي ممثل عن كلية الطب الأزهر وبعض المتخصصين اللي حيعينهم النقابات المسؤولة في القطاع الصحي يعني كل واحد من القطاع الصحي ده له نقابة النقابة حتعين عنها ممثلين في مجلس الإضافة